تدي مع ما قلت في جلسة الحوار الوطني قلت إنه صورة الأحزاب سلبية في الشارع سلبية للغاية في الشارع المصري ماذا تقصد بالصورة السلبية؟ يعني بطبيعة الحال أنت لو سألت أي مواطن عن رأيك في الأحزاب السياسية هيتعامل معها إما بطريقتين لو هو مطلع شوية هيقولك إنه هو ناس تبحث عن مصالحهم لو هو مش مطلع هيقولك إنه ما سمعتش عنهم عرف حزبين 3-4 وخلاص من المسؤول عن هذه الصورة؟ الصورة دي وده اللي أنا قلت في الحوار الوطني الصورة دي أنا في رأيي أتحمل يعني نتيجتها طرفين طرف الأول هو الأحزاب نفسها إنها لم تستطع إنها تطور من أداءاتها إنها تطور من خطابها إنها تخاطب الشارع بشكل مختلف والطرف الثاني هو السلطة بمكوناتها السلسة قلت الثلاث سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية من خلال عدد كبير وعلى رأسها هو مسألة إتاحة المجال العام وإتاحة حرية التنظيم والحركة وقلت إن إحنا كلنا وهذه البلد دفعت لمدة 80 سنة إنه غياب حرية الأحزاب في العمل في الشارع أدى في النهاية إنه كل مواطن عنده وجهة نظر مختلفة لما يجد حد إنه يستطيع إنه يتبنى مع وجهة النظر دي غير التنظيمات غير القانونية أو الجماعات الدينية زي الإخوان المسلمين وبالتالي ترعرع هذا النشاط وهذه الجماعات